في تقريره السنوي الثاني عشر يرصد الاعتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان تطورات إيجابية خلال العام 2019 على جهود فلسطين في مواجهة الفساد رغم استمرار تركيز القرارات بيد عدد من الأفراد وضعف سيادة القانون ونشوء بعض مراكز قوى مجتمعية بديلا عن المؤسسات الرسمية وتراجع واقع النزاهة واستقلال القضاء يتضمن التقرير العديد من التوصيات في أبرزها ما يتعلق بالتشريعات إصدار قانون حق الوصول المعلومات تفعيل قانون الحماية السلامة والحماية الطبية تطوير نظام الهدايا الذي أصدرته الحكومة الثامن عشر في بعض جوانبه بالإضافة إلى عدد من الإجراءات والتدابير فيما يتعلق بتوسيع المشاركة المجتمعية في إدارة الحكومة من خلال انفتاح الحكومة أو زيادة انفتاح الحكومة على مؤسسات المجتمع المدني في صنع القرار الفلسطيني زيادة في توفير الشفافية والمعلومات للمجتمع مؤتمر صحفي أقامه ائتلاف أمان لإطلاق تقريره السنوي حول واقع النزاهة ومكافحة الفساد للعام 2019 أشاد فيه بتعزيز واقع وتجريم وملاحقة الفاسدين ووجود جهود رسمية لمكافحة الفساد وتتبع التقرير الحوكمة في إدارة المال العام وشفافية إعداد وإقرار وتنفيذ الموازنة وأوجه الإنفاقي والإيرادة التقرير جاء في ظل ظروف سياسية واقتصادية معقدة جدا ازدياد همجية الاحتلال في قرصنة الأموال الفلسطينية صفقة القرن استمرار الانقسام السياسي هناك ضعف في سيادة القانون وهناك فراغ تملأه العشائرية وأدى إلى ضعف الثقة في القضاء الفلسطيني بشكل عام التقرير من الشعار الذي حمله المسائلة أساس نزاهة الحكم توصيات ائتلاف أمان بالانفتاح على المجتمع وترشيد النفقات وتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الفساد ووقف التعيينات عامة وإعادة النظر في نظام تقاعد شاغلي المناصب السياسية ومطالبة السلطة القائمة في غزة بالكشف عن البيانات المالية المتعلقة بإدارة المال العام والإفصاح عنها فراغ تنينفضيت النجاح رام الله